موسيقى صباح الخير عليكم في كل مكان محافظة الغربية واحدة من المحافظات اللي شهدت ناقلة نوعية وده عن طريق تنفيذ أكتر من 100 مشروع في 54 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وإحنا النهاردة موجودين معاكم في عدد من قرى ومدن محافظة الغربية ومن بينها قرية نهطاي التبع المركز ومدينة زفتة واللي تم اختيارها عشان تكون واحدة من القرى النموذجية ضمن المبادرة الرئاسية في محافظة الغربية فخلينا نشوف النهاردة أهم المشروعات اللي تم تنفذها واللي سهمت في تحقيق أحلام قرى الريف المصري على أرض الواقعة وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن المشروعات اللي بيتم تنفذها بيسعدنا إن يكون معانا أستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتة برحب حضرتك معانا أولا نحن طبعا نحب أوجه الشكر الخاص وكل التقدير والاحترام لفخامة السيد الرئيس الجمهورية صاحب البصيرة النفذة والفهم العميق والروح المشرقة والرأي الصائب والفكر الساقد لتطوير قرى الريف المصري محافظة الغربية كانت أسس لمبادرة حياة كريمة من حوالي ثلاث سنوات والحمد لله زي ما حضرتكوا شايفين الصورة تتحدث عن نفسها على أرض نحطاي وقرى مركز ومدينة زفتة 54 قرية لو تكلمنا عن أهم المشروعات اللي بيتم تنفذها أولا التربية والتعليم اللي هنا فيه 84 مشروع وخمسة ومشروع واحد اللي هو الأخير اللي هو مجمع مدارس نحطاي ودي تم التنفيذ نسبة 100% ودي دخلت الخدمة خلاص عندنا التنمية المحلية عندنا حوالي 30 مشروع في مركز ومدينة زفتة عندنا المجمعات الخدمية الحكومية بحوالي 9 مجمعات خدمية حكومية لعادة 9 وحدات محلية قروية أم عندنا المجمع الزراعي البيطري في عادة 9 وحدات محلية قرى أم عندنا تضمن الاجتماعي كان ليه نصيب معانا برضو في حوالي 26 مشروع الشباب والرياضة لها حوالي 36 مشروع عندنا الحماية المدنية عندنا حوالي 8 مشاريع حماية مدنية أسواق ومواقف نموذجية حوالي 18 عندنا وحدات الإسعاف 8 وحدات إسعاف عندنا مركز طب الأسرة طبعاً أنت حضركم عارفين أن توجيه سيادة الرئيس لتوجيه الدولة لأننا نعمل منظومة التأمين الصحي الشامل وحضركم شوفتها عندنا السوق الموقف عن الموذجي بقرية نهطاي ونقطة شرطة قرية نهطاي والمجمع الخدمي الحكومي بقرية نهطاي ومجمع الزراعي البيطري بنهطاي ومركز شباب نهطاي ومركز تنمية الأسرة والطفولة بنهطاي والحماية المدنية بنهطاي وطبعاً حضراتك كوي جميع المدارس دخلت الخدمة وفي مدارس جنيحة جديدة عشان نقضي على الكسافة الطلبية عندنا الكورنيش نهطاي على ترعة العطف اللي موجود أمام حضراتكم هل تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بشكل كامل وتسلمها؟ طبنا الانتهاء الكامل حوالي نسبة 95 في الليل حابين نعرف من حضرتك السبب في اختيار قرية نهطاي كقرية نموذجية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة الغربية؟ كل كرة ومركز ومدينة زفتة تعتبر كرة نموذجية لو حضرتك انتواصلنا لأي قرية دلوقتي حننبص ألاقي قرية نموذجية بالفعل إزاي رصدتم ردود أفعال المواطنين وتفاعلهم مع المشروعات دي وإزاي بتساهم في تسهيل وتغيير حياتهم؟ ومجتمعي يعني غير مسبوك في مركز ومدينة زفتة من الأهالي احنا بنتكلم في حوالي 569 ألف مواطن في مركز ومدينة زفتة مش عايز أقول لحضرتك الناس مبسوطة قد إيه على مبادرة سيادة الرئيس والإنجاز اللي بيحصل في 54 قرية من مد وتدعيم لشبكات الميا والصرف والغاز والاتصالات والمشاريع العملاقة اللي حضرتك شايفها على أرض الواقع اشتركوا في القناة